حسناً، نبص على هذا الشرين شوت حنان مطاوع عن حنان تورك في عيد ميلادها اختارت طريقها وبتحبه ومن ينتقدها جبان أنا أصيب أحب حنان تورك قوي وكل سنة وهي طيبة كان عيد ميلادها هي برج الحوت فات بكثير يعني نجل حنان تورك جميلة هي اختارت اللي يحسسها بسلام واللي يتصق مع سلامها الداخلي وقناعتها وأنا يعني كنا صحبة مع بعض في رحلة كده قبل ما نعمل مسلسل بنت الشوارع ولاد الشوارع أنا أصفى ولاد الشوارع فكانت المرحلة اللي هي قبل ما تتحجب وكنا مع بعض في رحلة كده رحلة جات صدفة في مكان ما نحبه إحنا الاثنين فشفت قد إيه هي كانت محتاجة لخطوة دي وقد إيه الخطوة دي ريحتها وحسستها بالأمان فأنا فرحانة فرحانة لها جداً بس من ينتقدها جبان إحنا كنا بنتكلم على الصحفية سألتني إن اللي بينتقدها على السوشيال ميديا فقلت مشكلة اللي بيجتمك على السوشيال ميديا إنه حد غير مرئي أنا مش عارفة هو مين يعني لما حد بيعود يعني إنتي قعدة قدامي دلوقتي انتقدتيني فيك أكاونت أو موجهة حساب مزيف أو لجن إلكتروني أنا عايزة أقول لجن طبعاً بمعيني سوشيال ميديا فما تبقى عارفة هو بني آدم حقيقي فعشان كده بقول جبان لأنه غير مرئي افسح لي عن نفسك فما كنتش قاضي إن كل من ينتقدها جبان كنت بتكلمي بس على بتوعي سوشيال ميديا اللي هو اللي أنا مش عارفة إنت بني آدم ولا إنت لجنة إلكترونية ولا إنت فيك أكاونت ولا إنت إيه طب إنتي اتعرضتي لده على سوشيال ميديا قليل قوي يعني يعني المعرفش متشكرة جداً طبعاً الناس اللي عندي على الإنستجرام أو التويتر أو فيسبوك شديد الكرم معي يعني اللي أقدر أدخل أشكر حد فرد فرد بعمل كده إنتي اللي بتتبعي بنفسك الأكاونت بتاعتك؟ دلوقتي في حد ما سيكلي الإنستجرام الإنستجرام بس بس برضو البرايفيت يعني المسجز الخاصة أو كده أنا اللي برد عليها بنفسي إن رنديت بس بتتبعي بتشوفي كل الكومنت أو التعليقات بتشوفيها بنفسك؟ آآ يعني لما يبعاندي وقت آآ